اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالشفاءات والتغيير بحياة الانسان اللي كان عم يخلقوا يسوع يعني كان صحيح يشفوا جسديا بس كان يقللون شغلة انه هو ايمانك خلصك والتغيير بدو يصير هو اكتر تغيير داخلي الخارج هو علامة خارجية لانه نحن كبشر بحاجة نشوف شي محسوس ملموس اكتر ولكن الاصعب نفوت عليه هو وقت اللي بكون في قصص داخلية الانسان ممكن مش واعي لقلا او رفضها مسكر عليها ما بدو يفوت فيها لانه بتوجع بتوعي امور فيه وهو خيفان مش مستهد انه يواجهها تحتى يحلى فاذا فيه شغلة كتير مهمة هون او شغلتان اكيد حكينا عن الشق الصلاة والروحي وما رجعنا تنقول او بالاحرام رجعنا يلي هو الكتاب المقدس الشق التاني والاساسي يكون الشخص هو بدو وعندو الارادة بانه يشتغل على حاله وبانه يقبل يواجه الجرح تابعه بطواضع حتى يقدر يشفى ويتخطى ويكفي حياته يكون مرتاح ويكون عب يساعد غيره لانه فيه مراحل يعني فيه خمس مراحل بيقطع فيهم الانسان حتى يوصل للتقبل ويقدر ينطلق بحياته وفيه هالشي يكون كمان حافظ لقلو بانه انا من الخبرة اللي عشتها كنا عم بيقدر ساعد غيره عم بيمرأ بنفس الظرف مثلي نعم ابونا هل الانسان بيعرف يعني بيعى وبيعترف انه هو عنده مشكلة او عنده جرح جواته مش دايما صعب فيه ناس بيعيشوا حالة من النكران انه انا مسكر هو قلية دفاعية انه انا مسكر على شيء انه مثل ما لتلعني فيه نوع من الضغط النفسي داخل الانقواس اللي بيعيشوا الشخص بيمرأ بحالة اكتئاب بديبراشن هاي واحدة من اني قاطل بيقطع فيها بالمراحل مراحل شفاء الجراح والصدمات او الحداد بيمرأ فيها الشخص ففيه ناس لأه بيعيشوا كليا بالنكران وبيهربوا بيهربوا لكتير امور تانية حتى بالصلاة فيها تكون هي هروب اكتر ما هي تكون عم بطريقة واعية انه عم بتساعدنا تحتى انا اشفاء فبتكون بطريقة هايك نوع هسترية اذا فينا نقول طريقة الصلاة والايمان فيه ناس بيفوتوا بنوع من الهزايين او الهلوسة حتى هايدي اذا عم نروح للأكستريم وبحالات صارت مرادية اما بحالات فيه ناس عندهم شيء نسميه المرونة النفسية ريزيليانس نعم يعني هنا قادرين يستقبلوا هالصدمة بكل مرونة بس ما بيخلوا بيمتصوها ما بيخلوا تدمروا وتأسر عليهم وبيرجعوا بيكفوا حياتهم بيتعلموا منا هاو الأشخاص ممكن يكون عندهم هيدا الوعي والإرادة بأنه يحلوا الأمور اللي بعدها على الآن وأكيد يعني فيه مستويات من الناس يعني تختلف بين صدمة وأخرى يعني تختلف بين إنسان وتاني يعني فينا نكون تنيناتنا عشنا نفس الصدمة تنقول تنيناتنا بالألفان وعشرين بأربع قيب كنا ببيروت وصار الانفجار نعم أنت رهتتفعل مع طريقة أنا رهتتفعل مع طريقة مختلفة مش بتضرورة نكون مثل بعضنا لأن شخصياتنا بيختلفوا في تربيتنا في تاريخنا فيه أشياء بالماضي حاملينا ممكن توعة وتأثر علينا فكل هيدول الأمور تلعب دورة ومثل ما قلت إذا الشخص هو عنده ميول أكتر للاكتئاب للانتواء على ذاته للأفكار السودوية السلبية أو عنده الإدراء أنه يواجه ويرجع يعرف لو أنه تعب والضيق ونزعج أنه يرجع يعرف يوقف ويتخطى ويقبل بأنه أنا فيه استعين بحدا متخصص يكون عم بيساعدني هل دايما بكل هذه الحالات نحنا بحاجة لحدا يساعدنا أو فينا بمورتنا النفسية بقدرتنا نحنا نكمل ونطلع حسب الدرج يعني حتبر غير انفجار أربع قاب وفيت أشخاص قراب لألنا يعني بشكل خاص إذا كان إنسان عزيز على قلبنا وخسرناه فجأة كيف تصير هيدا الأمور هون كيف ممكن نتفعل معه هل من الضروري نكون عم نتابع عند أصحاب الأكيد لا مش بالضرورة بس ترجع بالك تفرق من الإنسان لإنسان يعني كيف نتعاطى مع الخسارة مع أنه نفقد شخص عزيز علينا ما نمرق بالحزن وهون عم تفتح موضوع كتير واسع لأنه هم هنفوت بالذكاء العاطفة كمان يعني كيف أنا بعبر عن مشاعري بسمح لحالي عبر عن مشاعري ولا لا أشخاص اللي بيكبتوا مشاعرهم هن اللي بيعينوا أكتر ممكن بعد وقت تبين بمشاكل صحية مع مرور الوقت والزمن بتلاقي أنه هيدا الشخص بهيدا العمر بعد صحته منيحة شخص تانع بيخذ أدوية يمكن للأعصاب للسكرة للضغط لما بعرف شو يعني لا لأنه كيف أنا تعطيت مع هالمواقف والصدمات والصعوبات المرأت فيها وقد كان عندي الزكاء العاطفة والنجة العاطفة حتى أنا أعرف تعطى معه وعبر يعني مرأ كنا بدفن شي بخصنا بالعائلة يعني كمان أم الله يرحمها لما توفت خيلتي وكانت الوالدة بعدها عيشة يعني بوقت الدفن هي عم تبكي على أختها ابن خيلتي يعني هي أمه ماتت هو كان عادي ما عم بعبر عن شي كان عادي رواء هلا هو اهتم بأمه بآخر حياته ولكن إلي بيير إلا لخيلتي خليها خلاص تروقوا مدري شو قلت له هلأ الوقت هيدي أختها هلأ الوقت نتعبر أيمتا بدا تعبر عنهم لأنه إذا بدا تسكت وتكبتهم لأنه برك في التابو تبع المجتمع والعاب ولأ أو أنا شخصيتي ما بتسمح لي أنه أنا أطلع لأنه ما تربات على هيدا الشي بدي خليهم جوا بدون يبجوا بدون يبايلوا بمطارح تاني بدون يطلعوا بصحتي رح نفسهم بطرق مختلفة تانية إمكان أنا أرجع على البيت عايت على الكل أغضب بضني على وقت حدا عصبة ما بيتحاكة ما رح ركز على شغلة بركة رح أهمل بعض الأمور في تداعيات لهيدا للموضوع مشان هيك يعني ممكن أنا أفقد الشخص أحزن على فترة وكتير منيحون أنا بنصح الأشخاص عن جد عيشوا اللحظة عبروا وكي يسوع يسوع الرب الإله ووقت عرف بأنه لعازر ميت صديقه وبكى يسوع أي لحالة أصغر أي لما كانت بستاني الزيتون من شدة الخوف عرق دم يعني هيدا بنسميها بسيكوسوماتيك فغضب ليه عننا مش كنعبر عن مشاعرنا مربيين لماذا بدوا يقولوننا نحنا وصغار أنه الصبي بتذكر نحنا وصغار مية بالمية أنه نروحنا حنخدم بدفن كنا هيك أقراب على الرعيات طلبوا مننا أنتو صبيين الفرسين مش وتعوا ساعدونا نشوف الرجال لحال عم بيدخنوا عم بيتسيروا يا لطيف الناس وين قادين عم بيبكوا حد المية جبابي رجعني هن نحنا برأسنا خلاص الصبيين والرجال ما بيبكوا بصلا هيدا شي كتير مضر وغير سليم لانا الصحة العقلية وانا الصحة الجسدية العقلية النفسية بصفقته يعني يعني روحيا نفسيا جسديا منتأثر بس ما منعرف بلاحظتها وهيدي تراكمات وتربية متل ما ذكرت أبونا رح قالك دكتور عشوي ما بيستغرب قدي قدي بدنا نلتجي لأصحاب الاختصاص وقامتا لما منشوف عوارد معينة شو كيف منتصرف بهيد الحالة هون رح يرجع تركز لأنه موضوعنا هو مبني على الروحي كمان اليوم والإنسان المؤمن أسهل عليه بإنه يتخطى الأزمات والصدمات بحياته من شخص بعيد عن الإيمان إيمانه الضعيف وما عنده هالمرجع يعني أنا وقت البجي على الكنيسة بصلي وقت أنا بصلي المسبحة بقرة بالإنجيل أنا شخص مؤمن هيدا الشي رح كتير يعطيني قوة داخلية تأتخطى الأزمات بحياتي أكتر من غيري مش معناه ما رح أوجع ما رح أتألم وعطيت مثل عن يسوع بالنهاية هو الرب هو المثل طبعنا هلأ بحالات وقت الشخص خلص مسكر وجرت وطولت الشغلة أكتر من الطريقة من حسها ما هيك طبيعية أدي الوقت الطبيعي برأيك هلأ هلأ في ناس فيهم يضلوا على سنتين مثلا بعدهم ما طلعوا من الحالة من حزنهم لا هون في شي مش طبيعي نضل هالقاد سنتين وأنا أضل حياتي عيشها هيك ما في ما بحس بالفرح مثل كأنه عم بتأثر على الانتاج بحياتي على علاقاتي هون ما يتعم عم يشنون الاكتئاب أنا هون في ألارم عم بدأ بدي روح لعند اختصاصي عم تبلش تبين عوارد صحية يعني أنا عم بتأثر على علاقاتي إذا أنا متزوج على علاقتي بزوجتي بولادتي الأفكار السلبية اللي بتقطع والنزرة السودوية اللي عندي إياها للحياة إذا متكررة في المصطلحات في نمط العيش في البادي لانجوج في نمط العيش طبعا شخص كله بيدل على أنه في شي مش ظابط مش راكب هون بنقل الشخص اللي بيحبوه اللي حدو الأصدقاء اللي قراب منه بدو يضووله هيك بس أكيد بيرفقه بمحبة مش أنه عمول ما تعمل يلا يا زلمة يلا يا أخت روحي ونطلق ليش عاملة بحالك هيك نحنا مكون عم نحكي بمطرح وشخص بمطرح تين ما عم نسمع للوجع بنا نساعد الشخص هو يطلع بنا نسمع له بنا نعرف أنه بفهمك أي عم بحس معك أو شو عم بتحس بهيد اللحظة شو اللي بيخليك يعني ما نفتح هال أسئلة المفتوحة اللي ما فيها نوع من الحكم أو الوعز عمول وما تعمل ومت كانوا منلعب ما بيكون سماعنا ونحن نفكر نحن نحن نعموش مية بالمية فهدول الحالات اللي بنلاقي إنه في شي بقى خاربة تصار بحياة الإنسان بعدة مطارح ما عاد عم يمشي بطريقة طبيعية وطولت أكتر من ستة شهر أكتر من سنة خلينا نقول هاك يعني على التقريب بنهاي بتفرق من شخص للتاني كميرا ما نفهم كل حالة بحالتها ساعتها هون نحنا اللقراب من الشخص أو يمكن منواجه اللي روح لعن معالج نفسي مثلا فمنهم بيجوا بيقولوا بيرتحوا لأبونا وأنا صارت معي بالجامعة وقت الدراسة يعني بالاستشارة العائلية والاجتماعية التربوية أو العلاج الإحائي والبرمجة العصبية اللغوية وإلى آخره فيه دكتور طبيب نفسي كان عم بيعالج حدا عنده انفصام بالشخصية فبيحكي بوقت أنه عن أهمية أوقات أشخاص تانين بيساعدوا لهل المريض خلال حتى بين مزدوجان مثل الأبونا الراهب إلى آخره فيهن كومين لأن هؤلاء الأشخاص بحطوا سيئاتهم فيهم فيهن 60 فيهم فبوقت أنا كتعم أنا تلميز عم بحدا هذا الكورس اللي هو عن الاترابات النفسية فبيطلب مني أنه أنا إذا بقدر رافق خاصص يومين بالأسبوع لهذا المريض اللي بيجي لعنده تحت ساعده يندمج بالمجتمع وينفتح على المجتمع فإذا أوقات لا لأنه إذا أنا هيدا شخص بيرتح روح لعند الأبونا بيوثق فيه خلي يروح ومن هونيك ميكون عم نشتغل تحت بعلاقة بس تكون الشغلة عن نفس الموجة يعني ما تكون أنت طمين هاخده لمطرح ثاني 100% مش هيك الأبونا اللي بدو يرافق بدو يكون عندو نضج كافي يكون عندو تنشئ أو تدريب شغل على زيته يعرف كيف يرافق لأن كمانا لو كان أبونا شغلة حساسة مثل كل الناس في قلو لا يا إبني لازم تصلي لازم يدري شو كذا هاول لازم ومفروض وبدك تعمل هيك هاول ما بيفيده بشي ما بيساعده الشخص أبدا يحل مشكلته نعم التعبير هو شيء كتير مهم وأساسي أكيد يعني نعبر عن المشاعر نعبر عن مشاعرنا الأشخاص اللي بيبقوا عايشين هيك حالات فيها من الاتراب يعني هل من الأفضل يعبروا عن مشاعرهم لو شو ما كانت كيف ما كان يطلعوا لبرا أكيد ننسى كل هل سور ما سوسيال أو روليجو يعني هل أنا العليا الديني اللي بتحط لنا الحواجز والموانع ولأ ولعب وما فيك وما بيسوى المرتبطة بالمجتمع أو بالدين بدي طلع بدي طلعه شو بيقوله العالم يقوله بس أنا بحاجة تفرغ هالضغط اللي جوا هلأ بقدر الشخص لا قبلك تنتبه انتبه ما تجرع حدا أو ما تجرع حدا ما منعرف كيف الشخص ممكن يعبر ولكن نسمح له بهذا الظرف هلأ بهاللحظة إنه يعبر بعدين لما رح يكون نفس وراء بعد فترة رح يريق يجع هو يقيم الشي اللي مرأ فيه ويعرف هل يطلع أزيت حدا أو ما أزيت ولكن كمان نحن اليوم لا منبرر ولا منعذر ومنضل ميسكين الصوت وماشيين يعني نحهم وبدنا نرب أو حتى نجبر الشخص يعني للأسف إنه ببعد الضيعة بعد الحديث هلأ منروح على دفن معي مثل كأنه مجبورة لازم الست تبكي بعدهم هدا إذا ما بكيت يعني هي ما بتحب حماتة أو ما بتحب شو ما عرفنا إما أو هيدا أي كان عندهم مشاكل ما هي كان نبالش هؤل الأحكام وندين الآخرين ونجرح فيهم مع أنه يسوع بأنه لا تدينه لا تدانه وقدر بحب كبير كان يقبل الخطأ والإضعاف يسوع وهيدا اللي كان يساعدهم للشفاء وغير بزكا العشار غير بالمرأة الزانية مريم المجدلية غير باللص اللي كان على الصليب لا لأنه حبه ما نعرف نحب ما نحكم ما ندين نسمع بعدين ما نحب حالنا لأنه نحن نتنقر مع عزيتنا كثير من بأنه لأشخاص أحب حالك نعم تتخنق مع حالك ونحن نعطيها كصمع على الآخرين نفكر قديش نحن نحب حالنا ونعرف حالنا فعلا وإذا كنا بعض عن الله هل ممكن تتحقق هالشغلة بحياتنا إنه إنه أنا أعرف هالقدي حالي وعيش هذا السلام وأنا ما بعرف الله تزبط هالشغلة أكيد لأنه في عندي هون شئ الإنساني النفسي العلمي اللي بقدر أنا أشتغل عليها حتى أنا أتصالح مع الجروحات اللي عندي إياها ومع الصدمات بحياتي أو الصعوبات اللي عم بمرق فيها أو شو صار معي بتفولت عالميا بقدر أوصل لهيدا الشيء ولكن في فرق شوي إذا بدك بالمقارب يخليني قول أو بنمط حياة الإنسان إي بين أحدا عنده البعض الروحي والإيماني بين شخص العادي كنت من شوي ذكرت بأنه وهيدا مش أنا رأيي بس الشخصي هيدا رأيي كمان أشخاص متخصصين ومؤمنين وبيقولوا أنه أوقات نحنا بالساشون تابعنا وقت بيجي لعنا شخص يمكن هم أنه مؤمن بس نحنا بأوقات الصمت نصلي على نية الشخص أو بنحمله بصلاتنا لهيدا الشخص فإذا عم ندخل الصلاة وأنه هالأشخاص اللي عندهم هن إيمان ومرجع خلينا نقول أكيدك على الديانات السماوية خاصة هن عندهم الإدراق أنه يقطعوا بيتعافوا أسرع بتأمية بالنية بيقطعوا هالأزمة بيوصلوا لتعافة أسرع لأنه ما منضمن كتير مع غير أشخاص أنه نوصل لنتيجة نعم الوقت عم بدهمنا بقى في عندي سؤال بيخص الأعمار بتختلف بالأعمار الشغلة هالصدمية اللي بنحمله بطبيعة الحمار يعني هالأعمار عم نحكي بقى إذا طفل يعني أكيد بتفرق يعني لأنه في خبرات تفرق بشو يعني في وقت في مثلا أشخاص تيخد معهم وقت أكتر أشخاص بيتعافوا كتير بسرعة مية بالمية وكيف تتير تفتق تفرق حسب الشخصيات حسب الأصص اللي ما رأت فيها الشخص بحياته اللي بعده حملها الأمور يتحرر منها ولا لا وحكيت عن المرونة النفسية كمان والطفل نعرف بأنه ما بيعرف يعبر كتير عن مشاعره ممكن يكبتهم والجرح بالطفولة بيجر معنا لعمر كبير شخص كبير بيقدر يتعاطى مع الموضوع أكتر يعني فيه خد مسافة لأنصار عنده قوة شخصية نضج عقلة فكرة عاطفة أكبر من الطفل اللي بعده عم بيتلقى وعم بيسجل وفي أمور بتتخطام عم بيقدر يفهمها مشان هيك نحنا على كبر في أمور كتير تبقى بعدها مسجلة من الطفولة بننا نشتغلها لأن نحنا وصغار ما عرفنا تعطينا معا تعطينا معا لأنه ما منفهمها أدي أدي البيئة المحيطة بتلعب دور يعني بشكل خاص بدرجة عالية مع الأطفال بشكل خاص مع الأطفال العائلة يعني بين إنه خلني أعطي أجزامبت يعني حم نفتح كتير بواب اليوم يعني زلكتونها بتطرح علي أسئلة كتير كبيرة يعني إنه خلني أخد شخص الطفل عنده إعاقة ويمكن هالإعاقة كمان هون عم بتعرض لبوليينج تنمر تنمر أدي هيدا العائلة عم بتنمي السئة وأدي أحضن وأدي بتعبره عن أنه هي بتحبه قبليني فيه مثل ما هو عم تعلمه يحب حاله مثل ما هو ما تفرق معه وبتنمي له سئته بحاله وهيدا الولد قادر يواجه هيدول ما يأسره فيه أكتر من ولد تاني العائلة لو عم بتعبر له بس دمنيا هي مش متقبلة الولد تغرب يعني بدك أكتر وهي براهين علمية إذا الام عم بتردع طفلا وهي مش حاضرة لإله معه أو مش حبته مرافضته لهيدا الولد هي ما كان بديية بالوقت عم بتردع هاو بينتقله لإله والملد وبيتسجله باللواعي لهيد درجة نعم هالإنسان هالقد حسيسه دقيق وبيحمل كل شيء فيه في حدا مش عم تذكري مين بقول كأنه كون عالم بحد ذاته يعني من قضي كل حياتنا بعدنا عم نكتشف حالنا ياريت لوقت بعد بيسمح لنا نحكي أكتر إن شاء الله بلقاءة جاية إذا أقلرت أنا بدأ أشكرك أبونا بير أبو جودي الأنطوني الاستشاري العائلة الاجتماعي والتربية شكرا شكرا